طب اول ايه اللي قيبت ماتش بكرة مالت حدثة جمداري فيها محمد عبد المنعم اه يعني وضعنا محمد عبد المنعم خلاص الحمد لله رجع يعني اه طبعا محمد عبد المنعم اضافة قوية جدا لفرقة النادي الاهلي وجيه في وقته اكبرت في وقته لان بدر بنون بدق بالزبط اه يعني ده ربنا عوض ديف دي انه بدر بنون كان خلاص ادى استقرار لخطة فعالنادي الاهلي صراحة لانه هو هادي جدا يعني من ابرد الناس ابرد في الكرة يعني كويس مش ابرد يعني اه ميزة يعني يعني متماسك عصبيا جدا بدرجة مش طبيعية الشناوي التاني من ايوه مصبوط الشناوي من اكتر العيبة المتحكمين في اعصابهم ودي مش سهلة ده سبات انفعالي رغيب كبير جد يعني من اكبر مميزات الشناوي طبعا والحارس الاول وابو جبل برضو عامل موسم هيل يعني وفيه حراس كتير لكن الشناوي عنده السبات الانفعالي ده بدر بنون كان كده شوفنا في ماتش السنغال يا كابتن الشناوي يعني الدقوط اللي حولي دي كلها وكان نجمل مباراة اه نجمل نجمل فرقة وعلى طول على فكرة مع الاهلي او مع المنتخب في معظم المباراة حتى لو مستوى تراجع بسرعة بيرجع يعني بيعودش فترة يعني اي لعيب مستوى بينزل شوية بتاع لأي ظروف ما هو خالي بالك الميزة اللي انت قلتها ما هو الميزة اللي انت قلتها دي من الاسباب انه انه باق يعني عنده ثبات انفعالي وبرود وثقة في النفس فسهل حتى لو يتهز ما هو اللي بيبقى متوتر ده وما بالعطب ما تحكمش في اعصابه ممكن يغلط غلطة يلعب ماتش واحش تلاقيه متلغبط او يلعب كرتين في بداية المباراة واحش ممكن يفضل متلغبط لكن الشناوي مش كده يعني بيعب في التماسك وبيلم نفسه فبدر بنون طبعا منعم جيء عوض غيام بدر بنون ما فيش شك يعني عندنا مجموعة طبعا كويسة ايمان اشرف ياسر رامي بس اسلوبهم كله شبه بعض لكن عبد المنعم عنده حتة برضو نفس اللي بنقوله على على بدر بنون على بدر بنون وعشناوي عنده صغر نفسه عنده التزان رغم صغر صنو وليعب كورة برضو اكبت ايوه ما هو ما هو ما هو عنده كزا ميزة من بدر بنون عنده ثبات انفعالي والتزان ما عندهش يعني ما بيتهزش وده شفناه في الامم الافريقية مع المنتخب لما كان بيلعب رغم ان هو صغير واصغر واحد تقريبا في المنتخب تحس انه كان بيلعب مع المنتخب بقلوه سنين مصبوط دي برضو من السلقة والاتزان اخد بالك برضو السويتش بتاعه هو كدرح مش هيلعب مصبوط مكان حجازي والوينش لولا اصابت الوينش في الماتش الاوليني فاضطر يلعب سوري اكرم توفيلة لو تفتكر نزل لعب الاول بكرايت بعد كده ومعد نجيل وينشت صاف فلعب بها بس تاني ماتش سير دي باك وكمل مزبوط فنزل كان جاهز حتى نفسيا انه يخش بواجهات صعبة زي دي والحق اثبت انه لعب كبير اه فوجوده في النادي الاهلي مهيب في اصابة بدر بنون جات قدة قوة والتزان لخط الظهر طب القيمة الاهلي خلاص بتاعت بيت سلوثماني اعلانة بتاعت ببارات الاتحاد بكرة شناه وعلى لطف مصطفى شوبر في حراسة المرمى في الدفاع ياسل ابراهيم محمد عبد المنعم محمود متولي ايمن اشرف كريم فؤاد محمود وحيد علي معلول في خط النص اليو ديانج حمدي فاتح السولية مجدي افشة احمد عبدالقادر محمد محمود طار محمد طار حسين الشحات مكي سوني برسي توفي الهجوم حسن حسن محمد شريف متولي محمود متولي اضافة كابتن محمود متولي لعيب كويس اوي كان بلعب معنا من المتخب الولمبي فترة اللي هلقى من 2014 او من 2014 2014 غاية 2015 من لعبها كويسين برضو نفس الموضوع عنده حتة كرة يعني جزئية الكرة بيعرف يلعب كرة من تحت يعني بيعرف يبني هجمات بيعرف يدع كويس عنده برضو ثقاف نفسه اه ساعات بيلعب في نص الملعب بس هو افضل في الورا بس هو حظه كان سايق شوية في كتر الاصابات حتى من فترة اللي قبل ما يجي النادي الاهلي وتكررت معاه في النادي الاهلي برضو مرة او مرتين فنتمنله التوفيق يعني لو رجع لمستوى اضافة همود متولي بصراحة طبعا لما كان في مستوى الطبيعي اللي هو في الاسماعيلي والمنتخب الولمبي اه طبعا طبعا ما في الشك اشتركوا في القناة